اشتركوا في القناة تلتقي اشخاصنا واتوجه بشكر خاص للكثير من المتابعين الذين لمست من خلال تعليقاتهم صدقهم ووفاءهم للقناة كما لمست فيهم ايضا الالتزام الاخلاقي والمستوى العلمي الرفيع فلكم اخواني تحية خالصة وشكر جزيل انا اعاول كثيرا على الاقتراحات والملاحظات وايضا الانتقادات التي تأتيني منكم فلا تبخلوا علي بذلك اخواني الكرام واعلموا اخواني وهنا اقصد كل المتابعين ان نتفاعلكم مع محتوى القناة هو الذي يشجعني ويدفعني للعمل والاستمرار في هذا الفضاء الذي نرمي من خلاله الى النشر الحقيقة ودحر الكذب والتزوير الذي يجتهد اهل الباطل في نشره فاذا كان اهل الباطل لا يملون من نشر كذبهم فالاولى ان لا يمل اهل الحق او من يعتقدون انهم على حق ان لا يملوا من نشر ما يرونه حقا ودحض ما يرونه باطلا حلقة اليوم اخواني تأتي تلبية لطلب الكثير من المتابعين الذين يلحون علي في كل مرة ومنذ مدة طويلة على عدم الاكتفاء بالرد على الاكاذيب التي ينشرها بعض الناشطين المغاربة في قنواتهم حول تاريخ الجزائر فهاء اليوم اخواني استجيبوا لطلبكم وانقلوا المعركة الى عقر دارهم وهذا بعد ان تماد بعض هؤلاء في هجمتهم الشرسة على تاريخنا وهذه الهجمة كما سبق لي ان قلت مرة ربما تفوق في شراستها تلك التي شنها مؤرخ المدرسة التاريخية الفرنسية ذات الاهداف الاستعمارية فاذا كان مؤرخ المدرسة الاستعمارية سعوا لتشويه تاريخ الجزائر بتفسيراتهم المغرضة لاحداثه ووقائعه فان هؤلاء المغاربة يعملون على تشويه هذا التاريخ وتسويد صفحاته المشرقة ليس بتأويل الاحداث والوقائع فقط بل ايضا بالتزوير والكذب وفي المقابل يحاولون وبالكذب والتزوير ايضا اخفاء صفحات سوداء من تاريخ بلادهم وعلى الاخص تاريخ الكثير من ملوكهم وهي التي اردنا الكشف عنها في هذه الحلقة وفي حلقة اخرى ان شاء الله وهذا ايمانا منا بالقاعدة التي تقول احسن دفاع هو الهجوم فهذه قاعدة تصلح في الرياضة كما تصلح ايضا في امور اخرى وايضا لأسباب اخرى ربما اشير اليها في اخر هذا الفيديو موضوع حلقة اليوم اخواني سيكون حول عمالة بعض ملوك المغرب للاسبان والبرتغال في وقت كانت الجزائر تجاهد بلا هواداء ضد هذه القوى الصالبية التي كانت تسعى لابتلاع كامل بلاد المغرب وابادة الاسلام والمسلمين في هذه البلاد كما فعلت قبل ذلك في الاندلس واعتمادي في معالجة هذا الموضوع لن تكون على الكذب التزوير كما يفعل اصحاب القنوات المورضة والمأجورة وانما سيكون على حقائق سجلها المؤرخون في كتبهم وقد اخترت منها ثلاثة وهي هذه عبد الكريم غلاب قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي الجزء الثاني عبد الكريم الفلالي التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير الجزء الثالث إبراهيم حركات المغرب عبر التاريخ الجزء الثاني هذه الكتب اخواني هي كلها لمؤرخين من المغرب وبعد هذه المقدمة ندخل الآن في موضوع حلقة اليوم وهو موضوع يحتاج إلى صبر لذلك أتمنى أن تصبر معي إخواني وتتابع الحلقة حتى النهاية الأحداث التي أتناولها في هذه الحلقة تتعلق بفترة حكم السعديين في المغرب الأقصى أي الفترة الممتدة من منتصف القرن السادس عشر إلى ما بعد منتصف القرن السابع عشر ولتكن البداية بهذا الكتاب المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات يقول في صفحة 343 وبمجرد القضاء على الوطسيين عقد محمد المهدي حلفا مع الإسبان يتعاونان بموجبه على طرد الأتراك من الجزائر وهنا نوضح أن محمد المهدي هذا هو مؤسس الدولة السعودية في فاس بعد أن نجح في الإطاحة بآخر حكام الدولة الوطسية في 1549 فلجأ إلى التحالف مع الإسبان مع أن هؤلاء كانوا يحتلون العديد من المراكب في الجزائر وتونس وترابلس ومع ذلك يتحالف معهم ملك فاس ضد العثمانيين الذين تدخلوا في المنطقة بطلب من سكان الجزائر بهدف مواجهة الخطر الصليبي الذي كان يستهدف كامل المنطقة ويرمي إلى تكرار المأساة التي حلت من قبل بأرض الأندلس يضيف الكاتب لكن عدم تبادل الثقة بين الطرفين لم يضمن أي نتيجة مرضية فهذا التحالف لم يؤدي إلى أي نتيجة حسب الكاتب ووصل الغالب بالله وهو أحد أبناء المهدي محالفة الإسبان حيث تمكن بفضل مساعدتهم من احتلال تلمسان لمدة قصيرة سنة 1560 أما المتوكل وهو ابن الغالب فقد حالف البرتغال قبيل معركة وادي المخازن على أن يتخلى لهم عن الموانئ المغربية ويحتفظ هو بالداخل في مقابل مساعدته على استرداد ملكه وكان المتوكل قبل ذلك قد أزيح من قبل عمه عبد المالك بمساعدة العثمانيين في الجزائر فالتجأ إلى البرتغاليين طالبا منهم مساعدتهم ضد عمه ومن هنا جاءت حملة سباستيان ملك البرتغال التي وقف خلالها المتوكل إلى جانب سباستيان الذي انهزم في معركة وادي المخازن التي سقط فيها الملوك الثلاثة سباستيان ملك البرتغال عبد المالك ملك فاس والمتوكل وهو الملك المخلوع فهذه الفقرة إخواني تشير إلى ثلاثة ملوك سعديين تعاون وتحالف مع قوى صليبية خطيرة كانت أهدافها ضد الإسلام والمسلمين ظاهرة للعين وهذا التحالف مع الأعداء إما من أجل العرش أو ضد العثمانيين في الجزائر بعد معركة وادي المخازن انتقل الحكم كما هو معروف إلى شقيق عبد المالك وهو أحمد المعروف بالمنصور الذي يجمع المؤرخون على أنه أقوى وأعظم ملوك المغرب الأقصى في عهد الدولة السعدية فماذا فعل المنصور الذي قضى في الحكم أكثر من ربع قرن الملاحظ هو أن المنصور رغم القوى التي كانت للمغرب في عهده لم يبذل أي جهد لتحرير المدن التي بقيت محتلة من طرف البرتغاليين والإسبان وفي هذا يقول عبد الكريم غلاب في الجزء الثاني من كتابه قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي يقول كان على المنصور أن يفكر في إتمام مشروع ود المخازن وذلك بتحرير أصيلة وطنجة من يد البرتغاليين التي ستعود إلى سلطة البريطانيين وكان عليه أن يتم هذا المشروع بتحرير سبتة التي كان قد احتلها البرتغاليون سنة 1514 ولو قام المنصور بتحقيق هذا المشروع الجهادي الكبير لأنقذ المغرب من احتلال مدينتين عظمتين في شماله ولما بقيت سبتة حتى الآن محتلة ثم يقول ولكن المنصور أغراه المال والذهب فانصرف عن تحرير الأجزاء المحتلة من المغرب وكان يستطيع ذلك بسهولة بعد معركة ود المخازن إلى إغراءات المال والنهب فغامر مغامرته الكبيرة لاحتلال أجزاء من إفريقيا الغربية وما وراء الصحراء مع العلم إخواني أن المناطق التي اندفع المنصور لغزوها واحتلالها هي مناطق فيها شعوب مسلمة ومسالمة في حين ترك الأعداء الصليبيين يحتلون الثغور في شمال البلاد والهدف طبعا هو جمع المال والذهب وبالفعل أغرق المنصور بلاده بالذهب حتى لقب بأحمد المنصور الذهبي لكن مدنا في شمال مملكته بقيت محتلة والمنصور هذا سأعود إليه في حلقة خاصة إن شاء الله فهو يستحق ذلك في 1603 توفي أحمد المنصور الذهبي وترك المغرب فريسة لأولاده الثلاثة كما يقول عبد الكريم الفلالي منهم الشيخ المأمون الذي ارتمى في أحضان الإسبان فقد حصل التحالف بين المأمون وفليب الثالث ملك إسبانيا على أن يسلمه المأمون مدينة العرائش مقابل انتصاره له ضد أخيه زيدان الذي بويع له بفاس يؤكد هذا إبراهيم حركات فيقول وفي سنة 1610 تخلى محمد الشيخ المأمون الثائر على أخيه زيدان عن مدينة العرائش لإسبانيا وبذلك حققت إسبانيا حلما راودها قبل ذلك بسنين إذ كانت العرائش أعظم ميناء بالمغرب ويؤكد خيانة محمد المأمون هذا عبد الكريم الفلالي فيقول وفعلا دخل الإسبان مدينة العرائش يوم السبت 20 نوفمبر 1610 فكانت فرحتهم كبيرة واستمرت أعيادهم بالنصر التي حققته لهم خيانة المأمون أياما كما فتح لهم الباب لاحتلال المعمورة أي مدينة المعمورة بعد خمس سنوات في 1614 وكذا مدينة الجديدة في نفس السنة ثم يقول الفلالي ولم يكتفي أي المأمون بتسليم العرائش بل قيل إنه وشى بالمهاجرين الذين كانوا يستعدون لغزو الأندلس حتى يساعدوا إخوانهم وعلى هذه الشاكلة كان أغلب الملوك السعتيين الذين جاءوا بعد أحمد المنصور فقد وصف عبد الكريم غلاب حكم الفترة الواقعة بين وفاة المنصور وسقوط الدولة السعدية فقال في هذه المدة وهي حوالي 57 سنة تولى الملك أبناء إخوة وأحفاد المنصور أحد عشر سلطانا فما منهم إلا واغتصب الملك من أبيه أو أخيه أو عمه وما منهم إلا وقتل غدرا وما منهم إلا وهزم في معارك عسكرية ثم انتصر ثم هزم في سبيل البقاء في الحكم أو العود إليه بعد أن يهزم ويطرد قليل منهم من كان مستقيما في أخلاقه معظمهم سار سيرة المأمون بن المنصور في السكر والفساد والاغتصاب والاعتداء على أموال الناس وأرزاقهم وسلب متاعهم والكلام ليس لي وإنما للمؤرخ المغربي عبد الكريم غلاب الذي يضيف قائلا لم تقم للدولة قائمة بعد المنصور كان أحدهم يستولي على إقليم فاس فيحاربه المستولي على إقليم مراكش أو يحاربه هو صاحب مراكش وينتهي أحدهما بهزيمة الثاني ثم عودته بعد أن يفر إلى تلمسان أو إلى إسبانيا أو يستجير بأعداء الدولة من البرتغاليين الذين احتلوا كثيرا من شواطئ المغرب هذه الفقرة إخواني أظن أنها كافية لرسم المشهد وهذه حقائق تاريخية لا غبار عليها سجلها وأجمع عليها هؤلاء المؤرخين المغاربة وغيرهم من المؤرخين وهي تظهر حجم الخيانة التي بدرت من بعض ملوك الدولة السعدية أو بنات الإمبراطورية الشريفة المزعومة التي يفخر بها أمثال هذا الشخص صباحا مساء الملكية في المغرب كنس كبير لعبات طورة توحيد كافة مكونات هذه الأمة المغربية لدرجة أن هذه المملكة صبحت تسمى عبر التاريخ بالمملكة الشريفة هذا الاسم تسلق على المغرب منذ القرن السادس عشر منذ القرن السادس عشر العالم كله صبحت يعرف المغرب بالمملكة الشريفة قبل أن أنهي الحلقة إخواني أود أن أجيب على سؤال ربما يتبادل إلى ذهن البعض منكم فربما يعترض البعض ويقول كان عليك أن تعتمد على المصادر وليس على المراجع وهنا أوضح وأقول أولا هؤلاء المؤرخين لم يكتبوا التاريخ من خيالهم بل اعتمدوا على المصادر ثانيا لا يخفى على أحد صعوبة عرض ما في المصادر من معطيات تاريخية في مثل هذه الحلقات لتفرقها لذلك فضلت الاعتماد على المراجع التي جمعت وأوجزت ما تفرق في المصادر ثالثا هذه الكتب كلها من تأليف مؤرخين من المغرب فإذا كان أصحاب القنوات المغرضة من المغاربة يعتمدون في تهجمهم على تاريخ الجزائر على الكذب والتزوير والتفسير المغرض لأحداث ووقاع التاريخ فإننا هنا لم نأتي إلا بحقائق سجلها وأجمع عليها مؤرخون من المغرب معروفين باستقلاليتهم الفكرية فضلا عن كفاءتهم العلمية بعد هذا التوضيح إخوالي أظن لم يبقى لهؤلاء المعترضين أي حجة يتحججون بها وختاما شكرا للجميع على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته